مساء الخير سيداتي النساتي سادتي كابتن ايهاب يوسف يحييكم من قناة وقناة كل الاهلوية على اليوتيوب. ويتمنى لحضراتكم مشاهدة ممتعة. في البداية اه زي ما اتعودنا. اه اللي بيتفرج على الحلقة دي ولسه ما عملش اشتراك في قناة اه كل الاهلوية. الاهلوية اللي بجد. ياريت يعمل اشتراك دلوقتي. يفعل زرار الجرس علشان يصلك لما هو جديد. اما بالنسبة للمشتركين القدامى فبيعملوا لايك من قبل ما يشوفوا الفيديو ثقة في كابتن ايهاب يوسف. اه النهاردة الحقيقة عندنا اه يعني في حدث اه كبير حصل. وهذا الحدث هو كان سرقة اه منزل الكابتن محمود الخطيب. وانا بتشرف ان انا قد من جروب عائلة النادي الاهلي. اه على الفيسبوك. اه وكنا اصحاب الصق في اه الاعلان عن اه هذا الخبر قبل اي حد ما اه يزيع الخبر على الفيسبوك سواء جروبات اهلوية او جروبات زمالكوية او اشخاص او اي هذا الخبر. وانا بادعو استادة المشاهدين اللي بتفرجوا علي انه هما يشتركوا في هذا الجروب. جروب محترم جدا. مفيش كلام في السياسة. مفيش كلام في الدين. اه ايضا مفيش الفاظ اه خارجة. وده نفس المنهج اللي قناة اه كل الاهلوية ماشي عليه. فانا بتمنى من حضراتكم انكم تشتركوا في اه هذا الجروب. اه ازا كان لكم حساب على الفيسبوك. وانا هحط اللينك بتاع الجروب اسفل هذا الفيديو. اه هل اه في سؤال بيتطرح مهم جدا. انا طبعا مش هذكر اسماء لانو انا مش عايز ادخل في مساءلة قانونية. ولكن ساشير ببعض الحاجات. انا اعتقد انه جمهور النادي الاهلي زمالكوية المحترمين والاسماليوية المحترمين والاتحادوية المحترمين وكل جماهير مصر المحترمة هتعرف مين المقصود باللي انا بتكلم عليه. اه الحقيقة السرقة دي بتشير يعني اه في سؤال هل الحنطور لدور في اه سرقة اه بيت الكابتن محمود الخطيب. انا الحقيقة المؤشرات اللي عندي انا مش جاعة تحقيقها لكن يعني اه من واقع اه يعني خبرتي البسيطة اقدر اقول انه ممكن يكون ليد. طيب ليه بتقول كده يا كابتن ايهاب انا هقول لحضرتك انه في شخص ما مسلا اه يعني هزا الشخص اه طلع اه اه ليه فيديو وهو حبي اه اه يعمل فيديو ردا على الفيديو اللي طلاله. فالحقيقة في الفيديو الرد بتاعه اه اه يعني اه اتهم بعض الاشخاص بفابراكة الفيديو الخاص به. ومش بس كده قال انه هو لو ما خدش حقه بالقانون هياخده بالدم. وطبعا احنا عارفين انه هو يعني القانون اه اه ما خدلوش حقه لانه هو ملوش حق مش لانه هو عيب في القانون لا لانه هو ملوش حق بالقانون. لكن انا مش بتكلم على كده انا بتكلم على انه اه كان تصريح صوت وصورة اه فيديو ليه. والحقيقة انه اه تم غض البصر والنظر والسمع وكل الحواس غض كل الحواس عن هذا الفيديو لسبب لا نعلمه. كمان اه لما يجي اه يتم مثلا في كابتن مصر كان في اه لاعب كابتن اه منتخب مصر وتم اتهامه انه خبط واحد بالعربية. وبعدين يطلع انه اتهام مش موجود لانه مش صحيح لانه هذا الكابتن لم يكن موجود في المنطقة من الاساس. شيء غريب ولم يتم التحقيق مع الرجل المقدم البلاغ برضو شيء غريب. يجي كابتن اخر اه بس مش مصري يعني مش كابتن مصري يعني كابتن بيلعب كده في في نادي اه مغمور ويتهم اه فئة من الشعب المصري انه هم كسروا له اه اه ممتلكاته اه حاجات خاصة بيه. عربية بمش عارف ولا ايه. وبعدين بعد التحقيقات يتم انه بلاغ كيدي وانه هو اللي عمل كده بنفسه ومش عارف ايه وبتاع. طيب هل تم حسابه على هذا البلاغ الكاذب? لم يتم حسابه. طب ليه? برضو ما نعرفش. لانه عاد في الحنطور. ما علينا يعني. يجي واحد تاني يطلع يطلع على حضرتك في فيديو ويكون شبه عريان. وآآ يعني يتهم آآ آآ جمهور آآ من جماهير الشعب المصري بقلة الادب وانه هما بيفهموش وانه 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 وبعدين يشتم ويغلط فيه الكابتن القسطورة محمود الخطيب طيب. هل تقدم فيه بلاغ للنائب العام? هل تم التحقيق معه? لم يتم التحقيق معه. ليه? لانه راكب الحنطور. طيب آآ فيه واحد تاني شخص تاني طلع حضرتك وقعد برضو آآ آآ يعني آآ يعني ذكر آآ من قريب يعني آآ آآ عاد للازهان حادثة برسعيده ولعب بمشاعر الناس ومشاعر الجماهير والكلام ده كله. طيب ليه برضو آآ تقدم فيه بلاغ للنائب العام? لم يتم التحقيق معه? ما حدش عارف السبب. لكن انا آآ من وقع احداث كتيرة ومن وقع امور كتيرة تمت معي. كابتن محمود الخطيب من تهديد ووعيد وشتائم وخطف اعراض وكل شيء يعني آآ قذر تم مع كابتن محمود الخطيب واتهمه بانه آآ يعني آآ اخد فلوس مش من حقه اخد هدايا مش من حقه وحاجات في منتهى السفالة والقذرة. انا ممكن اقول انه الحنطور ممكن يكون ليه يد في آآ موضوع سرقة آآ منزل الكابتن المحمود الخطيب ونتمنى انه التحقيقات آآ تظهر لينا آآ مين اللي آآ وراء هذا الموضوع. نيجي النهاردة كمان عندنا فيه تصريحات ليه آآ ده 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 دردور. هو اجتمع مع آآ الجروبات آآ اللي ليها آآ على الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. حقيقة انه آآ قال شوية آآ تصريحات آآ غريبة شوية. قال نحن نشارك في دوري الاكراه. هو مش قدر افهم الحقيقة آآ يعني ايه الاكراه دي الحقيقة لفظ ما بيتقلش كده يعني وانا برضو ما عرفش يعني هي آآ يعني انت مصمم على انه الدولة آآ يعني اكرهتك على انك انت تلعب الدوري. انت محدش اكرهك. انت قلت حضرتك انك انت آآ آآ هتستقيل لو آآ آآ صمموا على لعب الدوري. طيب ما استقلتش ليه. انت ما كانش في حد ممكن اكره. انت كان ممكن انسحب. انت قلت انا هنسحب. ما انسحبتش ليه. ما فيش حاجة بالاكراه. كله بالمزاج. يا آآ دادا بدردور. آآ قال كمان آآ حاجة جميلة انه الزمالك سينافس على اللقب. ولن يكتفي بالمركز التاني. لوجود تقنية الفر. طبعا بعد اللي حصل مبارح من آآ آآ الكابتن آآ محمد عادل. والفضيحة آآ التحكمية. وانا بسميها عهر تحكيمي. آآ لانه كمان آآ آآ قال انه آآ هو قال حصل تصريحات آآ كابتن عبد الزر رساقة. انه كان فيه فاول قبل الفاول بتاع فرجاني ساسي. طب حضرتك الفاول اللي قبل كده وحدش شايف الفاول ده اساسا يعني. لكن الفاول قبل كده انت ما صفرتش عليه ليه? يعني انت ليه صفرت عليه? لما فرجاني ساسي اه اه ارتكب الفاول. شيء غريب جدا. يعني شيء في منتهى الغرابة وتصريح سازج. طيب ليه ما اترطش محمد حسن آآ والنتيجة كان صفر صفره في الشوط الاول. وكان المصري ممكن يتسايد المباراة. برضو محدش عارف. يعني طبعا هنا اكيد واحد زي آآ دادا بيك دردور يقدر يقول انه حينافز على البطولة. وربنا يسطر من المطشي الاهلي وامبي آآ يوم الاحد القدم. حنرائب وهنشوف وهنشوف التحكيم عامل ازاي لانه في حاجة مش ظريفة بتحصل. كمان قال ايه كمان بقى? قال لك لم نقصر مع المدربين السابقين. دفعنا كافة المستحقات الخاصة بالمدرب فريرا. طيب هنا انا بس في نقطة عايزة اقول لحضرتك عليها انه آآ نادي الزمالك دفع ربعمائة وتلاتين الف دولار من خمس سنين بما يعادل ربعمائة وتلاتين الف دولار من خمس سنين في حساب فريرا في البنك هنا آآ بالمصري. آآ قال لك انه انا كده دفعت عشان يهرب من المشكلة بتاعت المحكمة الرياضية وانه ما ما يدفعش فلوس آآ ولا غرامات ولا كلام من ده يعني. لكن الحقيقة انه المبلغ ده على فكرة اعمل حوالي سبعة وسبعة من عشرة مليون جنيه. المبلغ ده اتحجز في البنك لمدة خمس سنين. خمس سنين دولار حضرتك فوائدهم كان بقى ستة واتنين من عشرة مليون جنيه. طيب. هل دي بس الخسارة اللي اخسرها دي الزمالك نتيجة ركن هذا المبلغ? لا. اولا ما اتحكم عليه في المحكمة الدولية اتحكم عليه انه هيدفع المبلغ اللي وراء وعملتراتين الف دولار خلص اوكي دي مستحقات مفيش مشكلة ولكن هيدفع خمسة في المية تأخير عن كل سنة. والخمسة في المية دي تعمل حضرتك كمان كان بقى واحد حوالي واحد وسبعة من عشرة مليون جنيه مصري. اصبح هنا ستة واتنين من عشرة مليون جنيه مصري مع واحد وسبعة من عشرة مليون جنيه مصري. ففي تمانية مليون جنيه مصري ضاعوا على نادي الزمالك ويعتبروا اهضار مال عام وزغردي يلي منتش غرمانة. وفين وزارة الشباب والرياضة الله هو اعلم. كمان عم بعت رسالة الى تركي الشيخ. قال له ان انا نوده الاطمئنان على صحتك. انا بقول له اتطمن لانه اساسا هو اه تركي الشيخ اه اه ما عندهوش اي مشكلة وزي ما شفنا انه كان اه العملية عملت تتأجل 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 والراجل كان بحطوط تحت اه اه اجهزة التنفذ الصراعي لمدة اربعة وعشرين ساعة وفجأة دبت فيه الحياة والروح وبعدها يبعت على الفيسبوك رسائل وابا الاخره. لكن انا عايزك تطمن عليه دي كلها تمسيلية والعيب من طال عمره. اه كمان قال انه اه بيواجه ده مرتدى منصور. بيواجه هجوم من كتاب الكترونية تمس الشرف. واقول لهم توقفوا. وإلا ستحدث امور تتسبب فيه خراب البيوت. وده طبعا تهديد جديد كعادة مرتدى منصور. انه بيهدد الكل وبيهدد الجميع. وشيء غريب جدا جدا جدا. وطبعا ما حدش بيحاسب مرتدى منصور. كمان قال حاجة اخيرة وحاجة جميلة. استشهد بمصطفى يونس. مصطفى تونس اللي احنا كجمهور الاهلي طبعا غضبانين كلنا منه. وانا لسه اذكر ده في الفيديو بتاعي امبارح. آآ بيقول ان المصطفى تونس قال عليه انه افضل رئيس نادي في مصر. وقال لك انه آآ آآ البعض يريد اعادة الزمالك للخلف بعودة الفاشلين. ولكن هذا لن يحدث. وخلي بالحضرتك من هذه الجملة. قال لك هذا لن يحدث. مرتدى منصور لما بيتكلم بيتكلم هنا بمنتهى الثقة. هذا لن يحدث. هو واحد متأكد انه محمي انه في ناس بتحميه وانه محدش هيجي ناحيته ومحدش هيقدر يزحزحه عن مكانه لان مرتدى منصور فوق الجميع. مرتدى منصور فوق القانون. مرتدى منصور آآ يعني مش عايزين نقول كلام تاني. ولكن الحقيقة اللي بيحصل آآ اصبح مستفز جدا جدا جدا. والسكوت على آآ هذا الشخص آآ مرتدى منصور سكوت غير مفهوم ونود ونتمنى انه حد يفهمنا ليه دائما وابدا بيتم تجاهل افعال واقوال السيد مرتدى منصور. في نهاية الحلقة. ما اتمنى ان الحلقة تكون عجبة حضرتك. يا ريت حضرتك ازا كنت لسه جديد تعمل اشتراك. وتعمل آآ تفعل زرار الجرس. واتمنى كمان لايكات كتيرة قوي علشان الفيديو ينتشر. باشكر حضراتكم والقاكم في الحلقة القادمة. سلام.